بين قطبي العالم التجاريين تكامل اقتصادي يستفيد منه الطرفان أي الولايات المتحدة والصين لكنه يزعزع حيمنة واشنطن على المسرح الدولي ويؤخر صعود الصين إلى قمة هرم اقتصاد العالم لذلك جاءت الدعوات إلى فك الارتباط بينهما فماذا يعني ذلك وهل يمكن تحقيقه من غير ثمن الزميلة دينا سلوم تجيب في هذا العرض دينا الصباح الخير تفضلي صباح النور شكرا عبد الرحمن قبل التعريف به لا بد من العودة إلى الوراء لرصد محطات فارقة أسهمت في ظهوره فبدءا من عام 2001 حين انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية مستفيدة من الامتيازات عدة لتصنيفها دولة نامية ما منحها أكبر قطاع تصنيع في العالم بحلول عام 2010 لتنهي بذلك هيمنة أمريكية استمرت لمائة وعشر سنوات وفقا للتصنيفات الأممية وصولا إلى عام 2014 حين حلت صين محل الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم من خلال تعادل القوى الشرائية في ذلك الوقت كانت الإدارات الأمريكية المتعاقبة ترصد نمو التنين الصيني إلى حد بلغت تجارة السلع والخدمات في واشنطن مع بكين أكثر من 615 مليار دولار عام 2020 وهذه نظرة على صادرات الواردات فيها الصادرات الأمريكية إلى الصين نهزت 165 مليار دولار مقابل واردات صينية إلى الولايات المتحدة تزيد عن 450 مليار دولار ما يعني عجزا أمريكيا يناهز 285 مليار دولار وهو الرقم الذي تسعى واشنطن إلى خفضه عبر فكل ارتباط مع بكين فماذا يعني ذلك؟ باختصار ترمي واشنطن من هذه السياسة إلى الحد من الاعتماد على الصين وتوطين سلاسل الإمداد دون الحاجة إلى المرور خارج رقعة الولايات المتحدة وذلك تحت غطاء انتهاك بكين لقوانين السوق والملكية الفكرية لأجل ذلك وضعت قوانين بهدف دعم الصناعات المحلية نذكر منها قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم الذي خصص لهذا القطاع 52 مليار دولار وقانون الابتكار والمنافسة الذي يدعم البحث العلمي بخطة ضخمة تناهز 250 مليار دولار الصين تستنكر هذه القوانين وتعتبرها تدخلا في شؤونها لكنها هي الأخرى تنتهج سياسة توطينا مماثلة فمنذ عام 2005 أطلقت خطتها المتوسطة وطولة الأجل لتطوير العلوم والتكنولوجيا بهدف زيادة المحتوى المحلي في 11 قطاع بنسبة 30% بحلول عام 2020 وفي عام 2015 أطلقت خطة صنعة في الصين بهدف زيادة المحتوى المحلي من المواد الأساسية بنسبة 40% بحلول عام 2020 و70% بحلول عام 2025 لكن هل يمكن لكل الطرفين الاستغناء عن الآخر مطلقا على الأقل على المدى المنظور؟ الصين لا تزال تعتمد على التكنولوجيا والابتكارات والتصاميم الأمريكية وإن قل ذلك خلال العقد الأخير وفقا لبحث أن أجرته كلية كولومبيا للأعمال أما الولايات المتحدة فهي تعتمد على الصين في سلاسل توريد أساسية لأمنها القومي منها 80% من عمليات إنتاج وتكرير المعادن النادرة و61% من تكرير الليثيوم و100% من معالجة الجرافيت الطبيعي و97% من إنتاج رقائق السيليكون اللافت أن السياسة فكل ارتباط هذه تواجه انتقادات داخل الولايات المتحدة ولا سيما غرفة التجارة والتي تحذر من انفصال حاد عن الصين قد يكلف البلد أكثر من تريليون دولار من الإنتاج والقدرة النافسية العالمية طويلة الأجل اشتركوا في القناة